أكد رئيس اللجنة المشكلة بمجلس النواب لدرسة برنامج الحكومة الجديدة المستشار أحمد سعد الدين أن هناك توافقا بين جميع وزراء الحكومة وتنصيقا متبادلا بينهم في جميع الملفات وخلال كلمته في الاجتماع العشر لعمل اللجنة أوضح المستشار أحمد سعد الدين أن أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو توافق نواب الشعب والحكومة على مبدأ إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع عليه المجتمع الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيانا قوي للجمهورية الجديدة